بعد سلسلة هجمات أمريكية استهدفت مواقع ومقرات لميليشيات الحجد في العراق وقتل قيادين بارزين فيها ساد الهدوء بين القوات الأمريكية والميليشيات التي تلقت على ما يبدو أوامر إيرانية بعدم التصعيد وكالة رويترز نقلت عن عدة مصادر قولها إن زيارة قآني أدت إلى توقف الهجمات التي تشنها الميليشيات في العراق على القوات الأمريكية وتكشف وكالة رويترز أن قائد فيلق القدس في الحرس ثوري الإيراني إسماعي القآني أبلغ الميليشيات أنه يتعين عليها أن تبتعد عن المشهد لتجنب شن ضربات أمريكية على كبار قادتها أو تذمير بنيتها التحتية الرئيسة أو حتى الانتقام المباشر من إيران مراقبون لشأن السياسي يرون أن واشنطن بدورها أيضا لا تريد أن تتسع دائرة الصراع وأنها اكتفت بالضربات التي شنتها على 85 هدف في العراق وسوريا يخص الميليشيات أو بعض القيادات المؤثرة في ميليشيا حزب الله كإجراء تحذيري بضرورة عدم التصعيد ويؤكد المراقبون أن واشنطن تريد أن تترك مساحة من التهدئة لكي لا تقع في حرج يجبرها على التصعيد ضد شريكها المتمثل بحكومة السوداني التي شكلها الإطار التنسيقي الميليشيوي هذه التهدئة بين أمريكا والميليشيات توجت بلقاء السفيرة الأمريكية في العراق لنا رومانسكي برئيس حكومة الإطار محمد السوداني وما تم الاتفاق عليه باللقاء يفسر مضمون التفاهمات بين واشنطن والميليشيات رومانسكي ناقشت مع السوداني توسيع الشراكة الشاملة وعمل اللجنة العسكرية المشتركة واتفاقيات أكبر في مجال الاقتصاد بما ينسف كل الدعاءات رغبة حكومة الميليشيات بخروج القوات الأمريكية